واعظم مصداقٍ للتواصي التواصي داخل الاسرة ترى ما في اسرة ما في ها مشاكل لا تفكر ما في اسرة ما فيها مشاكل اسرة كاملة ما في يوم مشكلة مافي udah تصير اسرة مملة اصلا اسرة اللي ما فيها صوت ما فيها زعل أصلا اسرة ممله لازم اصير زعل اليوم لازم اصير طنقر يوم هو gathered يوم؟ عرفي الطنقر؟ مكنتوا في الاحسامات عرفي الطنقر؟ ها؟ زين؟ الله لا يبليك بالطنقرات. الحياة الزوجية لازم يشوبها يوم زعل. يوم شوية غضاب. يوم شوية خلاف. ممكن. إنما إشاعة التواصي بالصبر. الحياة مصاعم مشاكل. الزوج في العمل يمر بمصاعم. يمر بمحن تثقل نفسه تتعبه نفسيا يحتاج إلى حديث مريح من الزوجة. الزوجة أيضا إما هي عاملة أو مدرسة أيضا تمر عليها مشاكل ومصاعب تتعب نفسيا أو من خلال تربيتها لأبنائها تتعب تحتاج إلى حديث لطيف وهدوء وكلمات محفزة ومشجعة من قبل الزوج. إذن بالنتيجة التواصي بالصبر. الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وزادها الصبر. لأجل ذلك لا بد من التواصي بالصبر كبند أساس لنجاح الحياة الزوجية. ترجمة نانسي قنقر